انا بنضميلي كمان مهانس محمد مغربي طبعا مشجع درجة ثالثة كمراشح سابق للنادي الاهلي واحد من الناس اللي بتاعشك النادي الاهلي الحقيقة محمد بيه طبعا في البداية يوم رائع ومماز جدا اليهاردة ويوم عرس بالنسبة للنادي الاهلي ارسل مستقبل نديك هو ده المطلوب من عدو الجامعية العمومية بتشوف التنظيم ازاي بتشوف اليوم ازاي وحابب تقوليها محمد بيه زي ما شفنا كل مرة النادي الاهلي بيضرب المثل في الجامعة العمومية عضاء الجامعة العمومية بيضربوا المثل نحن نختار الاسطح لنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب محقق نجاحات الفترة اللي فاتت كل اشيات بيها ان شاء الله مكمل الفترة الجاية بنحقق نفس النجاحات الاهم ان الجو يطلع جوه اثري ودي زي ما تعودنا عليه من عشرات السنين اليوم بيمشي بشكل جميل جدا وتما انت شايف مظاهرة محبة واخوية وربنا يوفق اللي فيه صالح النادي الاهلي ودي اهم حاجة اقدرت جامعات العمومية كتير لكن على ما اعتقد فيه اختلاف النهاردة في الشكل العام بالنسبة الخيمة في التنظيم كمان المساحة اللي وفرها النادي الاهلي مع مدرج الهدم طبعا مدرج التيتش الامور دي ساعدت بشكل كبير جدا سمع المرات بصراحة دارة النادي الاهلي عملت شيء رائع نحن زودهم ساحة التصويت وزودهم ساحة الممرات واللي ساعد على كده هدم المدرج بتاع التيتش طبعا ظروف العالم كلها الكوفيد وكده فالحمد لله هم اخذ بالهم من نقطة دي جدا دانيا فيها سلاسة في الدخول رغم من العداد كبير احنا لحد دلوقتي عدنا 8000 صوت الانتكبازي اللي فاتت 8000 صوت دول عشان نوصل لهم عانينا جامل المرات النادي النادي شايف داخل او خارجة ومبسوطة وده اهم حاجة الباركينج بارد دانيا فيه تمام توسب تودي والجيب في شركات توصيل زي اوبر فالموضوع الانتكبازي منظم بشكل بروفيشنال جيد دانيا تقولي لكل عضو في الجماعة العمومية المتواجد هنا داخل مقر النادي اهم حاجة اللي بينتخب بينتخب صوته يعرف ان ده بيرسل مستقبل الاهلي مستقبل الاهلي على مستوى الاندية على مستوى الالعاب على مستوى فريق الكورة فصوته امانة صوته للاستقرار ان ينتخب قيمة متكاملة تعرف تشتغل مع بعضها وفي الاخر اللي بينجح ربنا يقول لي من يصلح وإحنا كلنا وراء ان شاء الله شك يا كاين شكرا شكرا جزيلا مستمري معاك عكبتان ايسم زميل العزيزة امير هشام ممكن طبعا كمان لقاءات عديدة لان الكل عايز يتكلم الكل عايز يعبر الحقيقة عن الهدف والرضى الكبير جدا اللي شايفه النادي الاهلي وعدو الجماعة العمومية المتواجد محمد الحسر طبعا برحب بك في البداية ويوم مميز جدا نهاردة يوم عرص ويوم رائع لكل عدو الجماعة العمومية للنادي الاهلي شايفه الامر ازاي المقر للخيمة شايفه ازاي من دخولك من البوابة شايفه ازاي ازاي نشرح للناس لان المجود كبير جدا ام حمد بي اولا انا بفتخر ان اهلاوي الشيء الجميل الادارة التنفيذية عملت شغل عالي جدا جدا احنا داخلين بسهولة وخارجين بسهولة الاتخابات اللي فاتت كان فيها زحمة جدا 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 وكان فيها اختناق اقدر اقولك ان فيه عشر تلاف رجعوا برغم اللي كان نزل الاربعة وثلاثين الف فالنهاردة ده حاجة بطليق باسم النادي الاهلي بشكر الادارة التنفيذية على هذا المستوى الرائع من التخطيط للدخول بسهولة والخروج بسهولة الوعي الكبير اللي فيه عضو الجمعية العمومية وحرصه ان هو يكون متواجد اه مش انتخابات شرسة زي ما احنا عارفين لكن هي مظاهرة حب في كل واحد هيدي صوته مهما كان هيدي صوته لكن ده وعي كبير جدا لعضو الجمعية العمومية حاجة عضو جمعية النادي الاهلي طول عمره مصقف على دراية لان النادي الاهلي ربانا على الموادق والاخلاق فهو جاي فعلا بيد صوته وصوته امانة تمام وانا شايف حاجة جميلة جدا جدا وربنا يكتب اللي ما فيه الخير وطبعا انا بقول كابتن محمود الخطيب وقيمته حاجة تشرف وناس اللي نزلة تانية دي بردك عايز يقدي ربنا يوفق الجميع واللي ينجح نقوله الف الف مبروك لان كلنا بننتمي للنادي الاهلي حبيبي حبيبي جزيلا يوم الحقيقة مميز جدا وراعة